رغم التعليمات الصارمة التي أسدتها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بقائمة الأدوات المدرسية وضرورة التقايد بالمدونة التي نشرتها في وقت سابق إلى أن العديد من الأساتذة يضربون التعليم عرض الحائط ويفرضون قائمة مخالفة في الواقع شيء آخر كيف ذلك؟ لأن التلميذ يدخل الابتدائية والمتوسط يلقى أن قائمة الوزارة ضربت عرض الحائط وهذا هو الإشكال المطروح ثانياً يوقع لنا الاكتظار كان أولياء شراءوا أدوات باش يفك الخناق على نفسه والميزانية المصروف على نفسه ويلقى روحه يعود يرد هذه القائمة باش يبدلها بقائمة أخرى استياء كبير لمسناه لدى أولياء التلاميذ ممن تقيدوا بالقائمة التي نشرتها وزارة التربية حيث وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتناء أدوات إضافية وهو ما يعني أعباء إضافية تنهك جيوبهم ولكن ولا يروح يتصادم بأن الأساتذة تفرض عليهم قائمة واحدة أخرى وهنا لكين الوبربلام الخلل لح يكون هنا بما أن الإضاءة المركزية فرضت على التلاميذ باش يشير قائمة معينة يجب عليها كذلك أن تفرض على العاملين بهذه المؤسسات التابعة لهذه الإضاءة المركزية أن يحترموا هذه القوائم حتى لا يكون هناك خلل مجهودات كبيرة وإجراءات مختلفة سطرتها وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي من أجل تخفيف ضغط المحفظة تقابله تصرفات وقرارات فردية وعشوائية في بعض المؤسسات التربوية من شأنها إجهاض مساعي الوزارة وزيادة الضغط على الأولياء ترجمة نانسي قنقر